بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه ان شاء الله بازن الله في الفيديو نهاردة بعنوان هي مادة لقراءة المصطلحات الطبية يعني اللي هي باللغة اللاتينية مش يعني. ولو اني هنهاردة برضو هتكلم عن كلام بالانجلش الا انه معظم الكلام مركز على الكلمات اللاتين اللي هي اساسا من اصل الطب. وتبقى متواجدة في كليات الطب وبيبقى فيه صعوبة شوية للطلبة بالنسبة للسنوات الاول او سأقول الداخلين في الاولى. بيبقى بالنسبة لهم موضوع الترمينولوجي صعب شوية بياخدوا فترة على ما يتعودوا عليه. الفيديو ده ان شاء الله هبقى موضح فيه كلام كتير جدا عن الترمينولوجي. وكلام كتير جدا عن حاجاتهم هيقبلوها. اه وممكن تسبب لهم اه صعوبة ممكن تاخد من وقتهم في الترجمة على ما يحفظوها. لكن الفيديو ده ان شاء الله هيوضح اه اه الكلام كتير جدا يعني. اه طبعا الفيديو ده هاتي يصلح لكل الكليات الطبية من اول كليات طب بطري لحد كليات طب بشري. اه احب ان اقوه برضو قبل ما ابدأ انه يعني انه هذا الفيديو هو او مجرد فقط اه يعني اه قاعدة او مجرد فقط كلام سيمبل كلام بسيط مش هجيب كل الترمينولوجي اللي في الدنيا واكيد مش هجيب كل المصطلحات الطبية اللي هتقابلك في الكلية. ولكنها فقط عبارة عن يعني اه اه مساعدة او عبارة عن ان الحاجات ديت هت هتساعدك في الوقت هو هتوفر عليك وقت في البداية اه في الترجمة وكده لانك هتلاقي صعوبة فيها نبدأ ان شاء الله مع بعض في الفيديو بنقول انه عندنا او اجزاء الكلمة عندنا بتبقى ثلاثة يعني بداية الكلمة ودي اللي احنا بنسميها البريفاكس اه او اللي هو في النص الكلمة يعني كلمة اه اه كبيرة ولكن الترمينولوجي بتنقف في نص الكلمة او اللي هو في اخر الكلمة اولي بنسميه الصوفيكس يبقى البريفاكس والروت والصوفيكس طبعا البريفاكس ده قد يكون number عدد يعني قد يكون amount كمية قد يكون size حجم قد يكون location مكان او اتساترا او ايا ان كان تعالى هنبدأ مع بعض اكا ان شاء الله في البريفاكس يعني اللي هو الكلمات اللي بتبقى في البداية في البيجانينج اه لو احنا واحدة واحدة كده لو بنتكلم عن size and amount يعني لو بنتكلم عن الحجم وبنتكلم كمان عن الكمية اللي ممكن يقابلنا يقول لك مسلا عندي كلمة ماكرو ومايكرو ماكرو ومايكرو بنقول انه ماكرو تعني large يعني كبير لكن مايكرو تعني small او صغير فمسلا بنقول ماكرو ماكرو مولوكيول كلمة مولوكيول يعني جزء فمكرو مولوكيول يعني جزء كبير لكن مايكرو مولوكيول يعني جزء صغير يعني مسلا لو انا اخدت اه اه ده مسلا بعين الاعتبار هتلاقي الاتي هتلاقي مسلا انه النقطة او الدايرة الرصاص ديت وهي الدايرة الرصاص ديت دي عبارة عن مايكرو مولوكيول يعني صغيرة برضو حتى لو دي للزرقة الوحدة برضو كرة الزرقة مايكرو مولوكيول صغيرة لكن لما جمعتهم فبعد لما جمعتهم فبعد عملوا ماكرو مولوكيول او مولوكيول كبير زي فكرة المونومر بتاع الزمان اللي في الاحياء وكده اذا فالعايز اعرفوا انه كلمة مايكرو تعني صغير وماكرو ماكرو بالاي تعني كبير طيب في ايه كمان في مسلا هايبر و هيبو هايبر و هيبو بنقول هيب ر يعني هي لكن هيبو يعني لو بلاك ده ماايبر ما هيبير يعني ايه يعني هياي زي مسلا اشهر حاجة قبلك هي الهايبر تانشين الهايبر تانشين يعني اي تانشين يعني ضغط دخط الدم يعني يعني الآن يعني عنده ضغط الدم مرتفع ولكن عنده يعني عنده هبوط في الدورة الدموية او ضغط الدم منخفض. اه اه مشهورة جدا واله ابتتشي. يبائيزا ماكر، يعني large لكما كريان سمول، zijnpere يعني high وهيبو يعني لو. في عندي ايو ايو تنتق ايو أو نور مع ايو او نورمو تعني نورمل او ايكوال يعني آآ متساوي او طبيعي او بيساوي ولا هو هاي و لا هو ولا هو لا هو ضارج ولا هو اسمولة. هو نورمل او ايكوال يعني آآ بان بان كلمة يعني كله تقريبا او ممكن تكتب عليها يعني كله. طبعا اه اه او يعني لكن اي مش مش او اه مش اه وان وذا اللي هي بتاعت الانجلش لا هي بتبقى اه اه لزقة في الكلمة على طول. او او يعني مسلا بنقول حاجة زي اه ما ازودها ما احد راكو. مسلا ممكن اقول هنا مسلا في الجزئية ديت. اه بقول مسلا دي. دي اللي هي بتكلم عنها وبعدين اقول يعني 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 بالك انو دي لزقة في هايدريشن على طول. لزقة في هايدريشن. اوكي. اه يبقى اذا اول جزء عندنا في البيفكس ماكرو ومايكرو هايبر وهايبو اي ونورمو بان وان دي. لو احنا بنتكلم عن النومبرز مسلا الاعداد. ازاي الاعداد عندنا بتكتب في لاتن. مسلا عندنا ادا وان تو سري فور فايف سكس يعني من واحد لعشرة. فبنقول انه وان وان اللي هو واحد بيبقى عصوية يعني بيبقى اي واحد بهذا الشكل. تكتب بهذا الشكل. لكن تو تكتب باتنين. سري يعني تلاتة. لكن فور مش اربعة. لا. سيبك من فور. تعال بص على فايف هتلاقيها في. في. تاني يبقى وان تو سري. تعال على فايف تلاقيها في. لو جينا عند الفي وحطينا قبلها قبلها لانا شمال واحد بقت فور بقت اربعة. لكن لو حطينا بعدها واحد بقت سكس يعني ستة. اوكي يبقى في قبلها يبقى اربعة. بعدها يبقى ستة. طيب بعدها باتنين يبقى سبن سبعة. تلاتة يبقى دي خمسة ليال في. وتلاتة يبقى كده تمانية. طيب تسعة سيبك من تسعة. بص على عشرة. عشرة اكس. عشرة تكتب اكس. يبقى ازا فايف تكتب في في. لكن تن تكتب اكس. لو جيت بقى بالاكس وحطيت واحد تبقى. ناين. لكن لو جيت بعدها حطيت واحد تبقى. ليفن يبقى اكس عشرة وواحد حداشر. طب حطيت كمان اتنين يبقى تولف اتناشر. تلاتة يبقى ترتاشر وحكس. يبقى ديت واحد وان. وتنطق مونو مونو اور يوني. مونو اور يوني. يعني واحد. تو يعني اتنين كده. وتكتب داي او باي. داي او باي. لك مسلا الباي سبس. عضلة الباي سبس. هي العضلة سنائية الرؤوس. سنائية فقول عليها باي. سبس يعني رأس. وباي سبس يبقى رأسين. يبقى تو. او داي. اوكي. ثري. تكتب تراي. تراي. زي برضو عضلة التراي سبس. ايه. عضلة سلاسية الرؤوس. فتراي يعني سلاسية. اه اربعة في خمسة وابلها واحد. تبقى فور. كواد. تنتق كواد. او كوادر سبس مسلا. اللي هي عضلة الكوادر سبس. اللي هي عضلة رباعية الرؤوس. اوكي. في تاني وفايف. فايف. وتنتق بنتة. بنتة. زي مثلا مبنى وزارة الدفاع الامريكي اللي هي البنتاجون. لان هي المبنى عبارة عن اه شكل خماسي يعني. فسموه البنتاجون. اه سكس رقم ستة. قلنا في يعني خمسة وواحد يبقى ستة. زي هكسة. تنتق هكسة. هكسة. زي ما عايزين يعمل وزارة الدفاع في العاصمة دارية الجديدة. بشكل سداسي. فها يسموها الهكسة. الهكسة. اوكي. سفن. سفن. في. وبعدها تنينة. خمسة. وبعدها تنينة. ابو سبعة. تنتق هبتع. هبتع. كان فيه فيلم اسمه هبتع. اوكي. اه ايت بنقول في. وثلاثة. يبقى خمسة وتلاثة تمانية. اكتا. تنتق اكتا. اه ناين. اكس. ابلا واحد. نونة. نونة. واكس. تن. تنتق ديكا. ديكا. يبقى ازا مونو اوريوني. داي اور باي. تراي. كواد. بنتا. هكسة. هبتا. اكتا. نونة. ديكا. في عندنا كلمة بالي. بالي. وكلمة بالي تعني ميني اورالات. بالي يعني ميني اورالات. يقولك. بالي مورفك. كلمة مورفك يعني شكل. وبالي مورفك يبقى له اكتر من شكل. اوكي. اه عكسها اوليجو. اوليجو. اوليجو تعني فيو. فا اوليجو مورفك يعني اشكاله قليلة. عكسها يعني. يبقى بالي تعني ميني اورالات. لكن اوليجو تعني فيو. لو احنا بنتكلم عن السرعة فعندنا تاكي 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 يعني رابد سريع لكن برادي يعني سلو بطيق زي مين زي اشهر حالة عندنا لتاكي وبرادي حاجة اسمها تاكي كارديا كارديا اللي هي سي ار دي اي اي تعني هارت يعني قلب والتاكي كارديا تعني زيادة في معدل نبضات القلب ودي حالة مرضية اسمها تاكي كارديا عكسها النحى التانية برادي كارديا كاردي يعني قلب وبرادي يعني سلو اذا فبرادي كارديا يعني نقص في معدل دربات القلب يعني معدل دربات القلب الطبيعي سبعين سبعين دقاء في الدقيقة لو مثلا العدد وصل الى ميتين او المية وخمسين اذا ده مريد بي تاكي كارديا لكن اذا قل وصل لحد 40 اذا ده برادي كارديا يبدأ في الاسبيد تاكي يعني رابد وبرادي يعني سلو بعد كده في هنا allocations مع الأماكن بنقول أول حاجة عندنا api api يعني above يعني فوق فمثلا بنقول epicylium كلمة sylium اللي هي t-h-e-l-i-u-m t-h-e-l-i-u-m تعني surface تعني سطح فepicylium يعني فوق السطح above the surface فوق الايه فوق السيليم يعني فوق السطح يعني فوق السورف وأصلا epicylium يعني نسيق طلائي لو أنت كنت اسمعت عنه قبل كده زيها برضو زي epidermis epidermis dermis يعني جلد d-e-r-m-i-s تعني جلد فepidermis above the skin أساسا epidermis هي طبقة من طبقات الجلد هي أول طبقة فوق الجلد على طول فسموها epidermis يبقى إزا epi تعني above عندي peri peri أو circum وتعني around around يعني حوالين فمثلا زي مثلا كلمة pericillular cellular يعني خلاية أو خلوي فpericillular يعني حوالين الخلية زي مثلا تخيل معاين دي خلية وكل النجوم دي تمحوطاها أوكي فهي بتسيراوند الخلية بتحوط على الخلية إزا فانا عبر عنهم انهما pericillular يعني حوالين الخلية أوكي طيب عندي بعد كده indoo or intra واكزو or extra indoo or intra تعني inside يعني جوه لكن exo or extra تعني outside يعني من برا فمثلا عندي بقول indocardium indocardium قلنا cardium cardium زي cardio كده يعني قلب indocardium دي الطبقة اللي مغلية في القلب من جوه من inside the heart من جوه القلب دات نفسه فسمتها indocardium لكن أي حاجة برا القلب برا بسميها exocardium يعني برا برضو عندي intra intra cellular قلنا intra برضو يعني inside يعني مثلا دي خلية والنجمة جواها تبقى النجمة هنا intra cellular يعني جوه الخلية لكن هنا extra cellular عادة الخلية والنجمة براها فبسميها extra cellular يبقى إذن into or intra تعني inside جوه الحاجة جوه لكن extra تعني outside هي برا الخلية أوكي عندنا بعد كده enter enter و enter تعني between يعني مبين قبالك من difference أو الفرق ما بين intra و enter و enter لأنها بتلغبك جدا يعني هي الحاجة جوه لكن يعني ما بين between يعني مثلا ما بين الخلاية يعني مثلا دي خلية و دي خلية والنجمة والنجمة ما بين الخليتين أوكي آه يعني هي ما بين دي وما بين دي فبسميها inter cellular لكن هنا النجمة جوه جوه الخلية فبسميها intra cellular لكن دي ما بين دي وما بين دي فبسميها inter cellular يبقى entra تعني inside جوه لكن يعني حوالين الخليه ضيها زي ضاية تعني through أو عن طريق يعني يعني هي بتعدي عن طريق الخلاية إلى منطقة معينة بارا بارا تعني يعني بجوار أو مش بجوار يعني موازية زي مثلا يعني بموازات الخلية يعني مثلا هذه الخلية وقال النجوم دي مش في الاتجاه ده أو مش في الاتجاه ده ولكن ها موازية للخلايا أوكي عملا موازية للخلايا لكن ولا هي ما بينهم عشان نسميها ولا هي جواها عشان نسميها ولا هي براها عشان تبقى سميها لا ده هي مش يعني بجوار الخلايا إنها معدية من جنبها فبسميها يبقى تاني في تعني تعني أوتسايد انتر يعني بتوين و سران يعني اكراس ضايا أو يعني سرو و بارا تعني نيربي عندي الحركات زي مسلا تعني يعني بعيد لكن تعني يعني يعني قريب يعني بعيد يعني يعني زي مسلا ما تاخد في الأناتومي بالزبط يعني مسلا بصت هنا هتلاقي دي مسلا يعني يعني بتحرك الدراع يعني بيحرك دراعه أو الجزء دا كله بيحركه بعيد بدي اللي أنا باتكلم عنه دي الكلمة لكن ده تعني اللي هو بداية الكلمة فمسلا هنشوف هنا هتلاقي بيحرك الدراع بتاع أو عكس يعني ناحية الجسم ناحية البادي التاعي فهتلاقي هتلاقي هتلاقي هو يحرك ناحية الجسم دلوقتي اه بالزبط اذا هو بعد الادراع عن الجسم لكن هو قرب من الجسم دي أشهر بالنسبة بالنسبة ل الالوان فبقول عندي كلمة لون من الأساس تعني كروم كروم أو كرومو كرومو يعني كالر عندي اللون الأبيض يعني ليوكو 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 سايت يعني الخلية اللي بتكون كرات الدم البيضاء أوكي فليوكو يعني أبيض في رد لون الأحمر يعني أريثرو 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 الخلية اللي بتكون كرات الدم الحمراء اسمها أريثرو سايت فهي تعني لون الازرق يعني 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 راخل اي حد بيموت باختناء بيسمه الحالة يعني الحالة الطبية بتسمى اللي بيجيله اختناء يعني جاله وده لانه وشه كله بيتلون ازرق وكل حاجة فيه تتلون ازرق اول ما شوف حد اه ميت مسلا وكان اه تقريبا جلد بتاعه كله مزرق او هو بيتخنى ازا تنفس لو لاحزتها تلاقيه بيزرق بيزرق بتسمى الحالة دي لانه اصبح لونه ازرق يعني 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 اللون الاسود يعني ميلان طبقة اللي هي بتدي البشرة الجلد لون اسمر. اه الطبقة دي اسمها الميلانين او المادة دي اسمها الميلانين. كل ما مادة الميلانين تزيد كل لما الانسان يبقى اسود اكتر. كل ما تقل كل ما الانسان يبقى ابيض اكتر. فتلاقي انه جماعة او او الزنوك بيبقى عندهم طبقة الميلانين عالية جدا. انا بتحمي من اشعة الشمس. فبتلاقي بشرة الجلد بتاعتهم سودة. لان الميلانين نسبة عالية جدا. على عكس الجماعة مسلا الاوروبيين او جمع الامريكان او كنديين بيبقى العكس بيبقى لون ابيض وده لانه طبيعة المالين اوليه لانه ما فيه الشمس قويه عنده يعني عشان يستاهل انه هو يحميه يبقى بلاك ده يعني ميلان اخر حاجة يالو اللون الاصفر يعني فلاف فلاف يعني يالو يبقى كالر اصلا يعني كرومو وايت يعني اليوكو رد يعني اريترو بلو يعني سيانو جرين يعني كلورو بلاك يعني ميلان ويالو يعني فلاف كده انا خلصي تقريبا معزم الكلام اللاتن اللي ممكن يقبلك ان شاء الله لما تدخل الكل ايه اه تعالنا نتكلم شوية مع بعض في السستمز او في الاجهزة اللي بتكون الجسم يعني مسلا عندي حاجة اسمها او اللي هو الجهاز الهضمي ولكن طبيا ما بنقولهش بنقول عليه الجي اي تي الجي اي تي يعني ايه جي اي تي هو اختصار الى gastro intestinal tract gastro intestinal tract كلمة tract يعني طريقة او مصار gastro gastro يعني معدة يعني stomach و intestinal تعني intestine اللي هي الامعاء فكأنه بيقول طريق المعدة والامعاء اسمه gastro intestinal tract فاستخدامنا المصطلح digestive system في الكلية وليل جدا احنا بنتكلم عن الجهاز العضمي باسمه GIT اللي هو gastro intestinal tract طبعا في بقى respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي nervous system اللي هو الجهاز العصبي circulatory system الجهاز الدوري skeletal system الجهاز العيكري urinary system الجهاز الاخراجي او البولي reproductive system الجهاز التنسولي لو احنا جدا نتكلم عن ال organs مثلا اللي موجودة في ال GIT فتلاقيني مسلا بقولك انه ال GIT او الجهاز الهضمي ال organs اللي فيه زي oral cavity بنبدأ بال oral cavity او mouth opening اللي هي فتحة البؤذة نفسها اللي هي بتحتوي جواها على tongue اللي هو اللسان وال teeth اللي هي الاسنان اللي هو جوه من جوه oral cavity كمان عندي ال esophagus وال esophagus اللي هو المريء وبعدين stomach اللي هي المعدة بعدين الاستمك تفتح small intestine اللي هي الامعاء الدقيقة او الامعاء الصغيرة small intestine وبعدين large intestine او الامعاء الغريضة او سعب بنسميها colon اللي هي القولون يعني اللي هو large intestine الامعاء الغريضة وبعدين rectum واين الكنال اللي هو فتحة الشرق اللي هي بيخرج منها البرازي يعني يبقى الطريق بيبدأ oral cavity وبعدين esophagus وبعدين stomach وبعدين small intestine وبعدين large intestine وبعدين large intestine وركتم واين الكنال ممكن طبعا الجهاز الهضمي مصحوب بال liver اللي هو الكبد الكبد وده بنسميه هي باتك هي باتك زي مسلا ماقول هي باتك سلز او خلايا الكبد مش هقول لا بنقول عليها هي باتك سلز مسلا الشريان اللي بيغزي الكبد ما بسمش liver artery Pretter يعني شرية ما بسمش liver artery لأ بسميه هي باتك او الوريد بسميه ب событиk vein او نير بسميه Physiac nerve وهك كدني اللي هي كليا اوك بقول عليها renal renal فبقول مسلا renal artery اللي هو الشريان اللي بيغزي كدني renal vein وريد اللي خارج من الكدني renal nerve العصب اللي بيغزي كدني وهك سبلين اللي هو الطحال سبلين طحال طبعاً الطحال اللي هو بينتج خلايا الدم كلها سبلين والبانكرياس اللي هو البانكرياس المسؤول عن إنتاج الإنسولين والجلوكاجون وممكن برضو تبسيطة المعلومة ممكن نشوف صورة للجهاز الهضمي بتاعنا مثلاً لو بنبص على صورة زي دي بنقول ده digestive system أو GIT زي ما قلنا دي نقول هنا أو فتحة البق كلها وبعدين تمسك في الأصافيجس الأصافيجس اللي هو المريء الأصافيجس الأصافيجس ده بينزل كده من تحت من وره ده ويمسك فيه السطمك أو المعدة لو نقرب الصورة شويه بينزك هنا في الاستامكٍ لو تأخب بالك يمسك في الاستامك أو المعدة وبعدين تيجali الاستامك تمسك في الا congressional الهدية دي كلها كده اسمع علي الا是啊ental intestine أو المعاق الدقيقة وبعدين بتانياها مشي 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 وتمسك من وره هنا في cùng type industries أوالمعاء الغليظة large intestine أوكي دي الجزء داه كده اسمه appendix appendix ابندكس اللي هي الزايدة اللي هو اللي بيوح يعمل عمية الزايدة بيشيل الجزء دوت عشان بيبقى ملتهب ما علينا وبعدين بيلف يلف وعدين يكمل في الآخر بحاجة اسمها الريكتم والانس اللي بيطلع منهم البراز طبعا ده ما يمنعش ان فيه هنا اللي هو الكبد اللي هو الكبد طبعا دي اسمها او المرارة المرارة او بتبقى تحت اللي هو او تحت الكبد التوكيدنيز الكليتين بيبقوا وراء من ناحية الوراء البنكرياس بيبقى وراء المعدة على طول يعني لو شلنا المعدة كده هنلاقي البنكرياس على طول والسبلين او الطحال بيقى متواجد تحت اخر ضلع عندك ناحية الشمال بيبقى فيه السبلين لو هنكمل الورجنز مع بعض بنتكلم مثلا او جهاز التنفسي اشهر الورجنز اللي عندنا هي تراكيا تراكيا او التراقية والبرونكس او القصبة الهوائية البرونكس وطبعا اهم حاجة عندي الى وهي اللنج اللي هي الرئة وبنسمي اللنج بالمونري بالمونري فبقول مسلا بالمونري اتري الواشهوريان بتاللنج بالمونري فين بالمونري نور فالمونري ديزيز لو حد عنده مشكلة فاللنج بقول عليها بالمونري ديزيز ما منقولش لنج ديزيز بنقول بالمونري ديزيز يبقى إذن إحنا هنا قلنا إن أنا عندي السطمك أو المعدة بتنطق جاسترو قلت الليفر بينطق هيباتيك هيباتيك الكيدني تنطق رينال رينال واللنج تنطق بالمونري بالمونري فادل حاجة كمان في السيركولاتوري سيستم أو الجهاز الدوري عندنا الهارت القلب ينطق كارديو زي ما نقتلك من شوية التاكي كارديا المتلك التاكي يعني سريع فالتاكي كارديا يعني معدل ضربات قلبي سريع أو برادي كارديا معدل ضربات قلبي بطيء فهو كارديو يعني هارت يعني قلب فبقول الكاردياك ديزيز أو مرض في القلب يعني واكس أوكي طبعا عندي إيه كمان في السيركولاتوري سيستم عندي آرتري يعني شريان وفين يعني وريد وكابلري يعني شعيرة دموية آرتري شريان وفين وريد وكابلري شعار دموي ولو ممكن برضو ناخد صورة توضيحية للسيركولاتوري سيستم هتلاقي الآتي بنقول في السيركولاتوري سيستم مثلا هنا طبعا هيدي صورة معقدة شوية ولكن هاوضحها لك بكل بساطة إنه ده كده الهارت ده كده القلب إن شاء الله هتاخدوا شكله بالتفصيل الجزء ده كده ده الجزء الشمال من القلب وده بيدخ الدم يبقى ده كده الهارت عندي أو سميته كارديو لو تفتكر وبعدين بيطلع عميل الشريان كل ما هو أحمر يبقى طالع في شريان كل ما هو أحمر يبقى طالع في شريان يطلع فيه آرتري آرتري في كل حتة آرتري هو وبعدين شايف ده كده آرتري آرتري شايل ده من اللي جاي من القلب وبعدين ينزل يتفرع إلى تفرعات صغيرة تفرعات صغيرة تفرعات صغيرة شايف تفرعات صغيرة من الناحية التانية يبقى الجزء ده كله جزء ده كله كده اسمه الجزء ده كله اسمه أنا شعيره ده موية وبعدين يبتدي يكون أو وريد ماشي فين 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 لحد ما يعمل فين كبير ويرجع تاني يصب في القلب تاني وبعدين القلب يرجع يطلع الدم في الشريان في الارتري وبعدين ينزل لحد ما يعمل كابلري وبعدين الكابلري تعمل فين وترجع للقلب وهكذا طبق كل بساطة يعني فيه طبعا في النورف السيستم عندي البراين المخ وعندي سبينال كورد أو الحبل الشوكي كورد يعني حبل وسباينل يعني شوك فسباينل كورد اللي هو الحبل الشوكي والنورفس تعني الأعصاب الأعصاب فيه أو في الجهاز الإخراجي أو الجهاز البولي طبعا في عندي اليوريتر اليوريتر اللي هو الحالب اللي بيخرج من الكيدني من الكلية اسمه الحالب. وبعدين اللي هي المسانة البولية. المسانة البولية. اللي هو بتجمع فيها البول. ودية لما البول بيتجمع فيها او تيم لها جامد يبتدي تحس بواجع لو ات عامل احتباس لفترة طويلة اي مش عاوز تخرج بول ازا كان مسلا اه وضعية مش مناسبة او انت في الشارع او اي ان كان. فبتدي انك تحبس نفسك. فاليورين البولدر بتوعي تتميلي تتميلي تتميلي. لحد ما يعني يبتدي البول من كتر ما هو كتير يقعد يضغط على جدار فتحس بقلم او تحس بواجع ساعتها. اه اه دي ادي هنا البلدر. وبعدين اي هي قناة اخراج البولدر ات نفسها. لو ممكن نبص على صورة برضو توضيحية للموضوع دوت. هنشوف. طبعا هنا برضو ده برضو صورة برضو حاجة بسيطة جدا ده ده القلب. ويطلع على يضخ الدم فيه الشريان اللي هو بلون احمر ينتشر في كل حتة في الجسم. وبعدين بيقعد يرجع من كل شريان من دول وريد باللون الازرق يرجع تاني للقلب واحد كسو. اه اوكي. دي واحدة. لو ممكن نشوفها من هنا. اهي. بنقول طبعا ان انا عندي ايه? عندي اللي هو يعني. وعندي كمان الحالب وعندي شايف? مسلا دي كيدني دي كليا ودي كمان كيدني. اوكي? وبعدين طالع منهم في عندي الناحية اليمين من الجسم. وده الناحية الشمال. اذا فده وده والاتنين بيجمعوا البول فين? في يعني البول خرج من هنا وبينزل الجمعة فين? في البلادر اللي هي دي. المسلا بوليه دي. ويخرج منها من تحت ليه? اليوريسرا. اوكي. اه كده يبقى احنا خلصنا البريفكس وخلصنا اه سيستمز. اخر حاجة بس عندي الياه الصوفيكس. في مجرر كلمك كده مشهورة جدا في الصوفيكس. احب اه اعرضك لها برضو. حاجة زي كلمة تعاني ساينس. زي مسلا ما بنقول اه بايولوجي. يعني علم. علم الاحياء. بنقول جيالوجي. علم الجيولوجيا. بنقول مثلا اه هتاخد انت هستالوجي. اللي هو علم الهستو. وفيسيالوجي. اه فرماكالوجي. وهكذا. فالوجي تعاني ساينس. او علم. عندي كلمتين عكسة بعض. عندي كلمة فيليا. فيليا وفوبيا. فيليا وفوبيا. يقولك فيليا تعني in love. in love. لكن فوبيا تعني hate. او يكره. ففوبيا. اه زي مين كده? زي يقولك. هايدرو فيليك. هايدرو يعني مية. يعني. هايدرو فيليك هي مادة محبة للمية. زي مثلا الفايتامينز. او المينرز زي المعادن. او البروتين زي مثلا. كل البروتينات كلها مواد محبة للمية. فقول عليها انها هايدرو فيليك. مواد محبة للمية. لكن فوبيا. فوبيا. انا يقولك انا عندي فوبيا من المية. او فوبيا من المرتفعات مثلا. فهيت بكرهها. زي هايدرو فيليك. مواد كارهة للمية. زي مثلا الفات. الدهون. الدهون ما بتحبش المية اكيد. فبتبقى مواد هايدرو فيليك. ازا ففيليا تعني in love. يعني بيحب. لكن فوبيا تعني يعني بيكره. كلمة تنشن. تنشن يعني ضغط. زي من شوية ما قلت لك هايبر تنشن وهايبو تنشن. كن قلنا هايبر يعني ايه? يعني هاي. ازا نفع هايبر تنشن يعني الضغط عالي. لكن هايبو تنشن يعني الضغط واطي او الضغط قليل. يبقى تعني ساينز فيليا يعني love. فوبيا يعني هيت والتنشن يعني بلاشا. كده يبقى انا بفضل الله ما اتكلمش طبعا عن حاجات كتيرة جدا. ولكن انا باتكلم عن بيزيكس بس. اه انت بمور الوقت هتعرف حاجات اكتر بكتير جدا من اللي انا قلتها لك. وده طبيعي جدا. اه اه اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك. لو عندك اي سؤال تقدر تسأل في تحت. وشكرا.